موسيقى يلا لشوف ما وقعت ولا واحدة منه يا الله ليش هيك ما عم أعرف إلعاب طيب علمني انت كيف قرميها مو هيك لازم أحملها هيك مو؟ لا تاعي رح ورجيك كيف بالأول اطوي ركبك هيك لتحت شوي هااااااااااااااااااااااااااااااااااا شايفتي لهدهاك الخط مو هيك؟ وكله مريش حتطابي بها الطريقة مو هيك بهاد الشكل أيواة آي تمام لو سمحتي يا أنسا روحي أمكان تاني وقفتك هم مو ضابطه ماشي اياد الحقير لك ماعقول بتمسك إيدي القلبنة ليش هيك عم تعمل فيني؟ مروش حيي لقلك مروش حيي عشي وبعدين تركيا برافو وقعتن شكرا يا الله شو هالعالم هاي اياد انا ما حبت احكي هالحكي من قبل شو كان اسمار في اتاك بلا زكرني فتون حاسست مريضة نفسيا لفتون يعني هاي نظرتي كطبيبة وبما انكن مو متفقين بعد وعن بعضكم مستحيل بعيد عنها لانه انا اذاب بعيد عنها ثانية واحدة عن جد بشتقلموت انتي اذا كنت بتعرفيها وبتعرفي شو الشي اللي بقلبها رح تفهميشو بقصر بعدين انا وهي متفقين كتير يلا هلا دوري برافو يلا بس دعيا انا حابب ااخدهاي اي قديش بلا لك بعدي منوشي لك بعدي يا انسة يا انسة ردي علي فتون 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 يا انسة ردي علينا انا حزرتها وقلت لها بعدي من قدامي فتون شو صار لي سيارة سيارة ضربتني قدرتوا تاخدوا رقم اللوحة فتون لك افتحي عيونك اتطلعي فين يا انسة فتون فتون شو بدنا نعمل فتون ليش وقفة هيك تحرك يعملي شي مو انتي دكتورة قلت لها بعدي يعني شو كانت عم تعمل هون مستحيلة تكون صدفة كانت عم تراقبك انا قلت لك هالبنت مريضة لك شو عم بتقولي انتي هلأ عملي شي انتو كمان شو بكون تحكم على الاسعاف يا جماعة اخي دقلنا الاسعاف فتون يا انسة فتحي عيون يا انسة ردي علي يا روحي فتون انا وين يا شقرة انتي بالمستشفى لا تقلقي شريرة رح اتركك لحالك ما ورح ابعتلك دكتور يفحصك ماشي شو كنت عم بتساوي بصلط البولينغ بالله كنت عم اللعب بولينغ وبعد هيك مو متذكرة شي ضرب فيك زلمة ووقعتي كنت عم بترقبيني مزبوط بنوب كانت صدفة مو اكتر الزلمة اللي ضربت فيه مني فتوني عريت ما تغيري لصة لك انا هلا رح اطلب منك طلب اخير اياد بعد عن هالشقرة لانه شكله خلص حطتك براسه وهاد الشي ما ريحني بكرة ما بتلاقي حالك غير متورط ومتزوجة وجايب ولد منه فتون بس هالبنت معنا حبيبتي هي مجرد رفيقة من زمان بعدين لما شفناها سوا اول مرة قلتلك اني شايفة من قبل هي معنى حبيبتي فهمتي؟ وما بظن ان حطتني براسه بس انا احساسي عم يقللي ان حطتك براسه ومجنونة فيك كمان تمام هي بتكون حبيبتي ومجنونة فيني كمان ارتحتي هالقصد فتون؟ انت كيف بتقول هيك اياد؟ مو حرام تقس علي وتحكي بهالطريقة وانا مريضة وملقحاهم بالمشفى؟ هاي حبيبتك عالتليفون يلا رد عليها فورا وقلها جايلة عندك بس اللي عم درين تليفوني والله جاد وقافي رح عطيكيها جوزك خير شو بدك مجد؟ عاملين حفلة بالمدرسة اليوم المساء على شرف فتون؟ وجودك معنا رح فرحنا كتير اياد عاملين حفلة شوات شوات ستيحة 가هربتك وقاط المعرض موسيقى هيا من المتازل اشترك لنمت عرض حضرتك لساعة قائن حاول التخريب انت تعديتي على حقوق الموكلة بكلام ادق انت تعديتي عمار كمؤلم شو عم تقول انت انا بحياتي كلها ما تعديت على حدا بنو يعني ما غيرتي بالفسطين يعني يمكن شوي بالكتير ممكن انا انه كون قصيت شوي صغيرة لابد للموديل ما كان قصدي شي بس شقف الفسطين لساتهم عندي لهلأ صلحهم ما في مشكلة يبدو ما انا مستوعبش هم هو انت شو رأيك وضيب شو رأيكم نعطيها شوية وقتل يعني انا راح فوت على الحبس اخ منك يا فتون اخ شو في خير ان شاء الله شبه ولا شي بس الواحد بيسأل قبل ما يتصرف مع هيك ما اني فهمان شو خطر له لتقص فساطين مونيكا بس شو دخلك انت اذا بتقص ولا لا هذا شغلة تصدفل بحالة خليك انت بحالة كيف يعني خليني بحالي هلأ اذا فجأة بيجي واحد بيغير رسوماتك وبيبعد غيرها شو بتعمل بيقل له يعطيك العافية حبيب وبسلمه شغل تاني بدل ما اقل له هالحكي بها العقلية هي بدك تفلس انا ما عندي مشكلة فتون تفلسني شو هالقصة ما افزع على لهيك سبب سخيف تعرف بحسك حدا ماله طبيعي طلع فيني اصحقت تزعجل فتون باي كلمة فهمت عيوني عليك طول الوقت انت مصر لازم تنقلع بقى بكل مكان لازم شوفك بخلقتي شوف شو بديول انت لسه ما شفت مني شي وجايك الدور بس مو فاضي لك هلأ يعني بقانون الماركات المسجلة في عندك البند 51 وتوابعه بالاضافة لقرار المصدر رقم 556 والقانون 222 تحت البند الخامس بيلزمت بدفع غرامات طاقة وقانون سرق ومتل مدعب الفياتر عند البنزيق يأمدها اول عبس ونبتطمس واضافة لهيك نحن 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 ونحن نحن 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 ولذلك يأمل حبس ما انت هلأ واعمل عمدير عبير وهذا كمان من ينزل تحت البند السابع للماركة المسجلة ويلي منقدر من حلاله نقاضي المبتهمة تحت البند الثاني خلاه مش جان الله خلاص انا انا لك اسمعوا شوي انا ما عم افهمش عليكم شو عم يصير وشو رح يصير فهموني لو سمحتوا شرحولي متل كأني ولد صغير وحدة وحدة انا بشرح لك باختصار شديد انا رح امحيكي ماديا ومعنويا يعني رح تنتهي ومستحيل تنفدي مني لا هيك كتير طولت جوا انا ما عاد فيني تحمل قالو لك لو مين رايح مو معقول قديش هك حشري سنة اياد هلأ بيقلعوك سنة مونيكا خانو السنيور قصدي سنيورة انا شو شو بدي اقللك ليكي ما كنت ناوي يزعلك ابدا يعني انا مو متل مو فكرة بنوب حتى فيك تسألي رفقاتي كلهم بيحكوا لك هالشي مثلا رح يقولوا هالبنت كتير طيوبة لانه انا بساعد كل الناس والله لو بعرف الموضوع رح يكبر كلها الاد ما كنت بقرب عليهم ابدا كنت بقولت استفلي انتي وشغلك مو شغلتي ستين عمرك انتي والفصدين اصلا طبعا ما كنت بقول ستين عمرك اكيد كنت انا بقولها التصميمة بتاخد العقل كنت انا ما بقرب عليهم لانه هدول قطع نادرة لازم يبقوا هيك شو غلي مصلحة والله ما اينلي مصلحة ازعجك ابدا شو بستفيد غير البهدلة لانه انا مضطرة عالشغل كتير ما فيكي تمر ايها المرة بش يعطيكم العافية الله يعافيكي انتي لعبتي بالتصميم اللي انا ما كنت سخيانة لمسون حتى اكيد رح تتعاقبي ولانفكرة هيك موضوع رح يمرق ببساطة ما فيني سامحك ابدا ما اتحق انا بستاهل اكبر عقوبة بس بترجعكي انا بدي اطلب منك طلب اخير و بتمنى ما تخيبيني فيست مونيكا خبري امي و تايمو قليلون انه انا رح اشتقلون كتير وبحبهم هيبي دعيتا بعدين بديت خبري اياد اني كتير بحبه و ما فيني عيش من دونه طيب ماشيش بكرة رح قرر شو العقوبة اللي بدي عقبك ياها يا فتون اجار بعد ربع ساعة بتكوني تحت مفهوم هاليومين ما عندي شغل غيرك انتي بدي افهم شو بدك مني بالضبط قبل ما ااخد قراري بعدها انا يا بي بحيكي عالاخر يا اما مو شغلك انا اللي بقرر هالشي اصلا بكرة بتشوفي فتون هم ما عم افهم عليكي شو بدك تعملي فيني مونيكا خانهم بشو رايحين بالسيارة ولا رايحين بشي تاني اكيد واحدة مثلك بيكون عندها طيارة خاصة مصبوط شش طلعي لبرا اوف ضاعت احلامي لك انا من وين بتجيني كل هالمصايب هاي الحق علي انا ليش بتدخل ليش دايما بحشر حالي بشي ما بيخصني ما اغباني خربت العلاقات بين تركيا وايطاليا اكيد راح يطلبني الانتربول صدقني بلالك هالفوت الى جوة هنت نزل لتحت مالك شغل هون ها ليك افتون كيفك شو حكت مونيكا ليلي شو صار جوا فتون عصبت ما لك خليل بنتحكي خلاص سكوت عساس انت سكدت من وقت ما شفتها في مجال تتركنا لحالنا يعني بيجوز بدي تحكي ومتدايقة منك هي قصة بتخص الشغل اذا كنت نسيان انت روح وتركنا لحالنا طاعت احلامي انا اتدمرت شو اللي صار حكيلي يلا فتون كان في محامين وين ما طلعت في محامين وشو قالوا هنن حكوا حكوا كتير بس ما فهمت شي بعدين بعدين مونيكا خانوم اجت قالت انه بدي تمحيني لازم اني اتعاقب وبعدين قالت انه رح نروح سوا مشان تعرف شو بدي منا البنت انضربوا في وزاتها وكلوا من ورا الشغل معك طيب وين مونيكا خانوم هلأ بيقوططها اكيد بتكون عم تخطط شلون بدي تعزبني طيب ماشي انا رايح شوفها واحكي معها لايكي 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 على هالحركة الله اعلم شو بدي ايحكي معها دول ماي 12 دقيقة خليني وضعك اياد لانو قالتلي اني كون تحت بعد ربع ساعة واذا ماكي انتحت اكيد بتنهيني ها خلينا نروح فتون شبكي روء شوي والله ما فيني انت لو محلك انت رقت لك وين رايح الاساسير ليكو قدامك مستحيل ما فيني جازف بلك اتعطل شو اعمل وقته يلا امشي خلينا نروح منيح انو اخيرا اتذكرت انو عندك شغل هدول اهم ايام حياتك وانتي مو هون انا متوقعتك هيك بنوب انا هلا جايي لهون لاحكي معك بموضوع مهم صراحة اهم ايام حياتي مو هي الايام بنوب يا خانو بنوب لانو انا مبارح فقت من هاد الحلم كنت بتمنى لو اني فقت قابل هيك ايه صح هالعرض مهم الي بس عائلتي عائلتي اهم من اي شي بالدنيا وانا مجبورة هلا اكون جنب عائلتي ووقف معا مارح طول بالحكي كتير نحنا مبارح تقلعنا من بيتنا ما قدرنا ندفع الاجار ما معنا ما صاري ولهيك لازم كون جنب امي لانو هي وبها الحالة ما فيني كمل حياتك وانو ما صار شي معنا ما بقدر ولهيك انا ما رح كمل العرض يا خانو خلصت يا حكي خلصت شو هالدراما هاي ما فهمت اكتبي هالكلمات لحده وخليه غنيهم انا ما قلتلك من قبل ما بدي شوفك بهذا الضعف بنوب يا فتون رانيم خانو ما فهمت اللي قلتو اي فهمت انو تقلعتو من البيت الانسحاب ممنوع رانيم خانو ممنوع تنسح بي معناها بدي قدم استقالتو ما بتقدري بقدر كل مرة بتحاولي تخيبيلي امالي فتون مو هيك لا تبكي اصحك تبكي اسمعيني هلا فهميني كتير منيح الحياة ما قدمتلي الفرص على صحن معمول من ذهب وما بتقدمون هيك لحدا حتى انتي اليك عندي خبر بشع كل شي رح يصير اصعب عليك من اليوم ورايح ما رح اتساهل معك بنوب لانه لازم تتعلم يتواجهي وبعرف انه انتي عندك القدرة انتي شاطرة وما بيصير تستسلمي اسمحيلي ساعدك ولو شو ما صار معك يصير لا تتخلي عن احلامك ابدا هذا العقد بين امين ورانيم دينجر البست اميني اقوت لهي السنة تم تصميمه من قبل فتاة شابة مساعدة رانيم دينجر فتون اجار الشابة فتون اجار قامت بعمل مبدع ومميز جدا وجميع الانظار في حال الترقب للمجموعة الجديدة هذا المقال مكتوب بالمجلة وناطرين العرض لحتى يكتبوا عنه كمان بعرف انه بدك تكوني مع امك بهذا الوضع وبقدر هالشي وبعرف كمان انه امك ما فيها تعمل كل شي لحاله ولازم تكوني جنبه بتفهم وضعك انه بدك تنسح بي بس ما لازم تتركي هالفرصة تروح منك بعدين هذا العرض اليك وانتي رح تاخدي اتعابك كله ياتا يعني هالعرض ما نبي بلاش بنوب فتون بعدين امين وانا هو معقول انه ما ندفعلك عن شغلك معنا يلي حكيت وفهمتي هلا ليكي فتون بهالعرض رح تساعد عائلتك لا ترفضي هالفرصة او ارفضيها اذا بدك هذا قرارك شو عم تضحكي الاخبار حلوة شكلها فرناندو ما قلتلك ما تستناني مستحيل اترك شغلي شو مكانت الظروف يا اسفك شو صار معك قليل انا رح كمله للعرض ورح قدم احلى شي عندي رح يصير معي مصاري ورح استأجر بيت لأهلي وساعدهم تايمو امي ما رح يكونوا زعلانين بعد اليوم ابدا انا ما رح اتخلى عن احلامي بنوب فرحتين راف وفتون هلا ارتح وانا وانا راني وخانم عطتني اليوم اجازة وبكرا رح انزل وشوف شو اللي جاهز من المجموعة وبعدين على العرض اياه انا متحمسة كتير لحظة لحظة يا انسي اللي بدك يا مستحيل يصير انا موظف عندك وبس ومستحيل نقدر نحب بعضنا خلص بقى فرناندو انا بس عم بوسك هلا لك شو هاد يا عبي الشوم عليكم ما بتقولوا في ناس بالطريق انتو من وين طلعتوا لنا هلا فرناندو اللي جابنا لهون والله شكله هالشوفير محترم مهي انا حبيته وبيدي يضلي يشتغل عنه ممكن كتير سينيور امي ستنو دقيقة دقيقة شو الموضوع انتي ما لغيت العرض و رح تعملي سمعي انا رح يصير معي مصاري من العرض وقدر ساعد عائلتي بتقوله اخد لهم بيت كمان كنت عارفاني انه كل شي رح يكون منيح وانا دائما معيك حبيبتي ايه بتقول شكرا اليك وشكرا اليك امير معناها منمشي منمشي يلا 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 طير فرناندو لساتك واقل شو جاهزين يلا اطيله اطنيه اطيق